بتعليمات ملاكية المغرب يمدد برنامج اقتناء طائرات الأباتش الأمريكية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية نظم اليوم الأربعاء حفل توقيع اتفاقية التعويض الصناعي المبرمة مع شركة بوينغ الأمريكية ترأسه عبداللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وذلك بحضور الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملاكية قائد المنطقة الجنوبية وكبار المسؤولين بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملاكية وكذلك ممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرباط وأشارت إدارة الدفاع الوطني في بيان لها إلى أن توقيع اتفاقية التعويض الصناعي هذه والتي تعد جزءا من تمديد برنامج اقتناء طائرات الهيليكوبتر أباتشي يأتي لتنزيل الرؤية الملكية الهادفة إلى التحديث وبناء القدرات المغربية في قطاع الصناعات الدفاعية تتعلق هذه الاتفاقية بشكل خاص بتعزيز استقلالية القوات الملكية الجوية من حيث القياس والتصنيع والإصلاح المركب لمختلف قطع الغيار والهياكل الفوقية وفقا لمعايير الطيران الأكثر تقدما يحدد البيان الصحفي كما أنه يشهد على رغبة الطرفين في تعزيز الشراكة القائمة بين المغرب وشركة بوينغ الأمريكية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة مع تعزيز ظهور قاعدة دفاع صناعي وتكنولوجي في المملكة كما تعزز الاتفاقية التعاون في مجال البحث والتطوير ونقل التكنولوجية من خلال تأهيل المكاتب الهندسية المغربية للمعايير الدولية في قطاع الطيران وكذلك الإنتاج بالشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات في بن جرير هو مركزها البحثي لتصنيع المواد المضافة المتقدمة 4.0 وامتدادا لمذكرة التفاهم الصناعية الموقعة أمام جلالة الملك في السابع والعشرين من سبتمبر 2016 بهدف إنشاء مناطق صناعية مندمجة لمعدات الطيران بالمملكة المغربية أبرمت اتفاقية التعويضات اليوم التي تنص على قيم شركة بويينغ مع المصنعين المحليين المؤهلين للحصول على قطع غيار بحجم 150 مليون دولار ممن يساهم في خلق فرص عمل في المغرب والانتعاش الاقتصادي لصناعة الطيران يضيف البيان الصحفي وفي ختام هذا الحفل أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن تقديرهم بالمستوى المثير للإعجاب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي حققته المملكة بقيادة جلالة الملك ممن جعل المغرب شريكاً ديناميكياً نتنافسياً يختتم البيانة ترجمة نانسي قنقر